تعالى وإحنا بيتكلم نحن ما نتحدث عنه هو سياسة ما نتحدث عنه في السياسة الداخلية هو مرتبط طول بص يا جماعة إن استقام بص الأمور في مصر فل المنطقة هتبقى زي الفل الأمور في مصر مش فل المنطقة عمرها ما هتستقر طيب إحنا عندنا إحنا عندنا استقرار سياسي والحمد لله استقرار أمني والحمد لله إحنا في عندنا أزمة مين متعلقة بالاقتصاد أنا في رأيي المتواضع بقولك لك إحنا أزمتنا طول الوقت أزمة دولار لأسباب عدة لم أخوت في سردها الآن فليترك ذلك للأصدقاء والأسدزة والزملاء والفوق راسي في الحوار الوطني في ناس بقى خد بالك بترهن على إيه خلاص يا جماعة استحكمت حلقات الأزمة ولا مفر لا هو في بدل المفر أكتر من مفر واثنين وثلاثة والدولة بتشتغل عليهم إيه هم أه مش هشغل نفسي ولا تشغل نفسك لكن اللي أقدر أقوله لك آه هو في حلول بيتم العمل عليها اللي بنتمنا من ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الحلول يصادفها ويصاحبها ويرافقها ويحتضنها النجاح المؤذر النجاح الكامل ليه؟ لأن دي مصلحة بلدنا أولا في بعض الناس بتيجي تقول لك يا جماعة على مصر أن تطفو لا مصر قدرها مش تطفو خالص مصر قدرها أن تحلق وطالما حلقت وسوف تحلق مرة تانية طيب أي ضرر كارسي في الاقتصاد المصري هأثر على المنطقة بالكامل من الخليج للمحيط طيب هو حل مصر إن إحنا نبيع عمال على بطال لا مش حل مصر لبيع عمال على بطال مصر لما بتعلم عن الطروحات عشان دي برضو سؤال ساعات كتير بيطرح مصر لما بتتكلم عن الطروحات بتاعتها ومسألة التخارج من بعض الشركات أو من بعض الأنشطة هذا لا يعني إن الدولة هتخرج بشكل كامل من النشاط الاقتصادي لو الدولة في مصر ومصر غير دول كتير حوالينا لو الدولة في مصر خرجت بالكامل البلد تغرق مصر دولة دولة كبيرة دولة مؤسسات بجد إحنا مش دولة هشة يدرها مستثمرين لا لا المسألة في مصر أكبر وأعمق من كده بكتير لك أن تتخيل لو افترضنا أن مصر خرجت من مشروعات الأمن الغذائي سوف نترك نهبا للناس بقى اللي تقرر ترفع أسعار زي ما إحنا عايزين يا جماعة إحنا عندنا جمعيات تعونية حتى في بعض الدول الخليجية لازلت موجودة حتى زي اللحظة عشان تساند الناس اللي ما عندهاش قدرة تواح تشتري من السوبر ماركت الخاص في جمعيات تعونية بتاعت الدولة مين بقى اللي طالع في زهنه قصة بيع 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 لا وبالمناسبة إحنا لما بنتكلم على التروحات دي وبنتكلم على التخرج من بعض القطاعات أو من بعض الأنشطة أو من بعض الشركات إحنا بنتكلم على نسب ده واحد تمكن المستثمر أنه هو يشتغل ويبقى له حرية في عادة الهيكلة وحرية في تنظيم العمل وأنه يقدر يكسب وإحنا كمان هنكسب إلى آخره أنا حتى كدولة بالكامل هكسب من وره أن أنا أوفر فرص عمل وأن أنا نشط المصال الاقتصادي بتاعي وأن أنا أشجع المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي والمستثمر العربي إنه يجي يستثمر عندي ويشتغل لكن أنا ما ببعش بأي مبلغ والسلام لحسن يا جماعة ده إحنا هنغرق مين اللي قال إنه مصر بتفكر كده ومين اللي عاوز يرسخ في الزهن إنه لازم مصر تفكر كده أرجعك على الحوار الوطني لأنه ينقش كل هذه الأمور بالمناسبة فالنهار ده أعلن المنصق العام للحوار الوطني أستاذ ضياء رشوان إن مجلس الحوار قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني فمرحلته التانية وأضاف إن الحوار هيبدأ فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا يوم الأربع اللي فات كلم مع أستاذ ضياء وقال له إحنا عاوزين نبدأ المرحلة التانية من هذا الحوار والتركيز على التناول العميق والشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري أستاذ ضياء قال إنه حرصا من مجلس الأمن على أهمية وأولوية قضايا الاقتصاد المصري فإنه تم اتخاذ قرار بإفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار الوطني لقضايا الاقتصادية المصرية المجلس بيوجه مجلس الأمن طبعا بيوجه الدعوة لكل المشاركين في الحوار من الكينات والأفراد ارسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر نفس وسائل الاتصال الثبتة اللي احنا اشتغلنا عليها خلال الفترة اللي فاتت التصورات المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة وإنه ده هيبقى خلال أسبوعين ينتهي يوم 11 فبراير القادم سيد دياء رشوان وضح أن المجلس تلقى من سيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 20-24-20-30 وأنه هيتم طرحها كواحدة من الأوراق الرئيسية على الحوار الوطني خلال الفترة الأولى منه والمخصصة للأوضاع الاقتصادية الراهنة وده في استجابة زي ما كنت بقول لحضراتكم لدعوة فخامة رئيس الجمهورية من ناحية أخرى أيضاً سيد دياء رشوان قال إن مجلس الأمنة هيعقد الاجتماع فور انتهاء هذه المدة اللي هي بعد 11 فبراير مباشرة 11 فبراير دخلت بي دلوقت 11 فبراير تاريخ حلو ده ودال وجي في الجون ومتواكب مع مقدمتي البسيطة الطيبة خالصة النية صح؟ جات كده والله أكيد مش أنا مش في مجلس الأمنة المهم يعني وإنه فور انتهاء هذه المدة وجمع وتصنيف التصورات المرسلة علشان يتم وضع جدول زمني محدد للحوار علشان نتناقش حول هذه القضايا زي ما قال الرئيس كده عايز نقاش معمق جداً مكسف جداً صدق بيقول احنا عايزين مشاركة كاملة من السادة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي ومقرري اللي جان الفرعية بالمحور ومساعديهم طيب كل يعني مش كل الناس من حقها تقدم صح؟ اي حد من حق ان هو يقدم تصورات انا عندي تصورين وكاتبهم وجهزين وانا هقدم على طول هبعث على الايميل زي زي كل المواطنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة